السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم في فيديو جديد واسورة جديدة رأيكم في الاسورة ديت اسورة اطلبت مني فهي شكلها غريب شوية تعبان بس جميلة يعني ممكن تعمليها اسورة ممكن تفكيها كده وتعمليها كا ديكور مفيش مشكلة فيها اي حاجة تعمليها شكلها جميل وحلو خالص بتقدري تشكلها زي ما انت حبة هاشرح لك ازاي ازاي احنا عملناها كده وبنتحكم فيها في الدورة النوب بتاعتها ازاي سهلة بسيطة مش بتحتاج اي مجهود وطبعا اي حد عايز اي حاجة زي ما صديقتنا العزيزة طلبت شكل التعبان الاسورة دوت وممكن على فكرة تبقى خلخال ممكن تعمليها ديكور بشكل دوت او ممكن برضو تطوليها شوية وتتعمل زي كليه يلا بنا نبدأ ونشوف هنعمل التعبان الزغنن بتاعنا ده ازاي يلا بينا انا عزة القسائل انتو ليه ما بتعملوش تعليقات وليه ما بتعملوش لايك مش ابدأ مش ابدأ مش ابدأ لما تعملوا لايك وتعملوا تعليق يلا بينا اول حاجة هعمل دايرة سحرية بعد كده هبتدي اعمل غرز التثبيت وهشتغل غرز حشو واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة وهنشد الخيط الصغير دا كده ونقفل الدايرة ونجيب علامة سواء خيط او مركر زي ما تحب بعد كده هشتغل على اول غرزة هعملها حشو الغرزة التانية هعملها تزايد يعني غرزتين في غرزة واحدة الغرزة التالتة هعملها حشو الغرزة الرابعة هعملها تزايد الغرزة الخمسة هعملها حشو الغرزة رقم ستة هعملها تزايد كده السطر التاني خلص معي على تسع غرز هشيل العلامة وابتدي اشتغل السطر رقم ثلاثة السطر التالت اول غرزة هعمل فيها تزايد هدي غرزة اتنين في نفس المكان بعد كده هشتغل غرزة حشو اتنين ثلاثة حشو انا كده اشتغلت تزايد ثلاثة حشو هبتدي اشتغل واحد اتنين في نفس المكان عملت تزايد بعد كده هيتبقى معي اربع غرز هدي واحد اتنين ثلاثة اربع وكده السطر التالت خلص معي على احداشر غرزة هبتدي اغير مكان العلامة وابتقي السطر الرابع السطر الرابع هعمل اول واحدة تزايد ثاني واحدة تزايد ثاني واحدة تزايد بعد كده هشتغل حشو اتنين ثلاثة ثلاثة حشو بعد كده هشتغل تزايد الغرزة اللي بعدها تزايد وهيتبقى معي اربع غرز حشو يبقى كده عندي السطر الرابع خلص معي على خمستاشر غرزة حشو اشتغلت اتنين تزايد ثلاثة حشو اتنين تزايد اربع حشو بقى معي خمستاشر غرزة الخمستاشر غرزة هشتغل عليهم السطر الخامس والسادس هشتغل عليهم سطرين بدون تزايد او تنقص انا هعمل السطرين عشان وقت الفيديو هكمل السطرين ونرجع نكمل مع بعض الصعبان بتاعنا او الكبرى او حسب ما تسموه كملت كده السطرين على خمستاشر غرزة دلوقتي هبتدي اشتغل بقى تنقص اول غرزة باخدها كده باخد الحلقة الامامية وباخد الحلقة الامامية من الغرزة التانية بالشكل ده وبسحب كده كده انا عملت تنقص بعد كده هعمل برضو تنقص تاني انا كده عملت اتنين تنقص بعد كده اتنين تنقص اجي اول تناقص اجي تاني تناقص بعد كده هشتغل اربع غرز دول هشتغلهم حشو كملهم ارجع لكم تاني خلصت كده السطر السابع بقى معي 11 غرزة هبتدي السطر التامن اول حاجة برضو هعمل تناقص تناقص باخد الحلقة الامامية من اول غرزة والحلقة الامامية من الغرزة التانية وبعمل تناقص بعد كده بعمل تلاتة حشو واحد اتنين تلاتة تناقص وهي تبقى معي اربع غرزة هعملهم حشو اجي واحد اتنين تلاتة اربع كده السطر رقم تمانية بقى معي تسعة غرز هبتدي اشتغل السطر رقم تسعة السطر رقم تسعة هشتغل غرزة حشو وغرزة تناقص وحشو تناقص لاخر السطر هكمل السطر وارجع لكم تاني خلصت كده السطر بقى معي ست غرز خلاص هخلي كده هو دلوقتي الخيط هشيل العلامة دي دلوقتي وهبتدي احشي اللي هو راس القفعة شايفين لو احنا عايزينها اصغر من كده ممكن نشتغل بخيط رفيع لو انت عايزاي اكبر من كده عشان تبقى كدكور وشكل اعمليها ادخن من كده يعني خيط يكون سميك وفي موجودة عندنا شكل تعبان برضو انا عامله على القناة سبهولكم في صندوق الوص وهنبتدي بالشكل ده ناخد قطعة فيبر كده صغيرة وابتدي احشيها في الراس القفعة خلاص هحشيها كده وارجع لكم تاني نشوف هنعمل ايه في باقي الاسورة بتاعتنا او الدكور اللي على شكل صعبان حشيتها هي كده يبقى شكلها هي شكلها جميل واضح اهو هبتدي انا عندي ست قرص دول انا الاول قبل ما اشتغل هجيب واير زي ده كده خلاص عشان نقدر نشكلها زي ما احنا عايزين وهنقفلها بالشكل ده زي هنا كده اهو بجيب البنسة دي كده او معرفش انتو بتسموها ايه قولوا لي في التعليقات بتسموها ايه عشان انا مش عارفة اسمها ايه خلاص اهو بالشكل ده من الناحيتين عشان ما يبقاش فيها بسن خلاص وهندخلها في الراس بدايعة القفع كده اه طبعا ديت الطول ده لو انتو عايزين زي الطول اللي انا هعمله بالزبط ديت طولها تقريبا اتنين وتلاتين او تلاتة وتلاتين سنطر لو انتو هتعملوا نفس طول التعبان اللي انا بعمله دوهم بالزبط عايزين تدخلوا الواير ده من دلوقتي ماشي عايزين تشتغلوا وبعدين تدخلوا بس هو طبعا لما تشتغلوا من دلوقتي هيكون يعني احسن بالنسبة لكم وهنبتدي نشتغل بقى على الست غرز دول ست غرز لغاية ما نوصل للطول اللي هو طول الواير بنشتغل كده داير ما يدور على الغرز فوق كل غرزة غرزة هنكمل بقى هكمل انا الطول المطلوب ونرجع نشوف هنكمل مع بعض ازاي هكمل بقى ستة ستة لغاية ما وصل لطول الواير دوان بحيس انه هو يبقى جوه التعبان هكملو وارجع لكم تاني وبكده خلصت الطول اللي انا عايزي على ست غرز مشينا بالشكل ده كده لغاية ما وصلنا للاخر كده هبتجي ااخد بقى كل غرزتين هناخدهم مع بعض اعمل تناقص تمام هناخد كل غرزتين هعملهم تناقص تمام هكمل بقى السطر بالشكل ده كله تناقص وهقفل الشغل بتاع التعبان بتاعنا ههو هندخلوا جوه كده خلاص هيبقى كده خلاص هكمل بقى الغرزتين الفضلين وارجع لكم تاني كملت كده التلات غرزة الست غرز بقى ثلاث غرز هبتجي ادخل فيهم بالشكل ده كده عشان نقلم الديل من الاخر كده وتقفل الديل بالشكل ده هندخل بقى بالخيط جوه ادلق الديل كده عشان نثبت هنطلع من اي ورزة كده هنمشي بيها مسافة عشان لما نبتدي بقى نسلني التعبان دوان ونبتدي نحركه بقى هنعمله اسويرة هنعمله خلخال هنعمله مجرد ديكور تحطي في اي مكان هو يعني شكله جميل بتعملي باللون اللي نسبك عايز اتكبري اكتر من كده اشتغلي بخيط ادخل عايز اتخلي ارفع من كده يشتغلي بخيط ارفع ولو عايز حجم كبير او شكل موديل تاني هنزلك في صندوق الوصف وطريقة عمل تعبان بشكل تاني وبكده نبقى خلصنا النهارده معايا بعض التعبان بتاعنا هو بنقطع كده بتبتيجي بقى تتنيه زي ما تحبي بالشكل بتحط العنين اي عنين عندك اللي هي نص خرزة او بخير اسود حسب ما انت عايز تمام وممكن يتلبس كاسويرة شايفين هي تعمل اسويرة برضو بالشكل ده حسب ايدي اكتق هحط العنين هلزق اي عنين او بخير اسود حسب ما نحب وممكن تخليك برضو تعملي خلخال برضو هيبقى جميل بتشكل اذا ما انت عايز عشان السلك اللي احنا خطنا جوه لو عجبكم الشغل قولولي بتابعوني منين وكتبوا لي في التعليقات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وكتب معكم ردة احمد